موسيقى مع بداية فصل الشتاء وبهالأجواء الباردة منشوف أكلة طيبة كتير متواجدة على الموائد السورية ولكن يا ترى شو سر الترابط بين هالأكلة وبين أول نقطة مطر رح خبركون هلا ماما كيفك؟ ماما يا عمري حبيبتي شو طبخة اليوم؟ وما برت وشتي عماما شربت العدد اه 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 اعادات والتقاليد هلا أول ما تنزل نقطة مطار أول شيء أول شيء بيختار عبالة شربت العدوس هلا ما بعرف هلا فيه شغلتين أول شغلة انه هي بتدفي يمكن وتعني شغلة بيعتبروها مثل عدد وتقاليد او شي هيك انه بمجتمعنا اي حدا اوه اي هوا ما هو مطار ضغري شربت عدوس أول ما بتغيم ديني بلش العدس كتر من محلات روحي امي جبنا كيلو عدس جبنا كيلو للعدس بلشنا عدس اول يوم عدس ثاني يوم عدس خلص المطر رجعنا عليك هات العادية اه دائما هيك بس تنزل المطر بتتشغل الدفاية بتنحط هاي التقوس الاضواء هيك الضعيفة وشربت العدس هاي اجواء الشتوية دائما حتى لو ما كان برد يعني هي هي هيك عادات وتقاليد هلا بجوز هي عادات وتقاليد يعني من الوقت انا بتذكر من الوقت ما كنت صغيرة كانت ستة يعني انا ما كنت بتذكر امي تعمل شربت عدس كانت ستة مثلا عم ينزل المطر تقطعوا نساوي شربت عدس بتدفي لانه قال الهيك بتعطيك حرارة يعني للجسم اول اكلة يعني الاكلات الصخنة شوربة مثلا الاكلات يعني متل ما بيقولوا بتعطي دفا الكشك شوربة هالقصاص هاي يعني اشتركوا في القناة